طيب التور واضح عندي حاجة واضح ان انت بتمر بازمة اهو ازمة عندك خوف على شوية اضطرابات شوية عقوسات الفترة دي خايف طبعا خايف تاخد اي خطوة خايف من اي حركة تعملها انك تزود المشكلة اكتر وتغرق اكتر بص جايلك ايه تحت الكرت ده القديسة زي ما انتو عارفين وحاكيد حافظتو القديسة بتمسلي القرب من ربنا الروحانيات حلوكو يا تور لو القرية دي تنطبق عليك وفعلا بتمروا بالازمة دي تليز اتنهل ربنا هو الوحيد اللي هي رتمن قلبكو وهو اللي هيخراكم المشكلة دي سلنين امنين نقرب من ربنا شوية نتعبد نحاول ان احنا ننعزل شوية نقرب مش ننعزل نقرب بس ايه نفكر بهدوء كده لوحدنا وتبعدوا عن المشكلة يعني تشوفوا لو هي مثلا خناقة مع محدة في الشغل يعني ايه ناخد بس بريك شوية نقايم الموضوع وزي ما قلنا نصلي بإذن الله محلولة في حد قريب منك هيقدم لك شيء والشيء ده شكله مساعدة هيساعدك وهيساعدك افتكر الموضوع ده ليه علاقة بالازمة اللي انت بتمر بها دلوقتي هيساعدك فيها هيقدم لك شيء اوكي بنية خالصة وحاجة حلوة جدا مساعدة او دعم او حتى يعني هيهون عليك ويخفف عليك المحنة اللي انت فيها دي بس هي حاجة بسيطة ان شاء الله ما هياش حاجة يعني تخوف ما تقلوش كوين اف تنتيكلز ايوا بقى ايوا بقى حالة المادية فيها تطور كوي السياطور يمكن البنزين الكام عشرة سايق ولا وين ربع جنيه اللي نزلت دي يمكن هتأثر معاك حالتك المادية بقى فيها تطور وهتحس انك انت في حالة راحة شوية مش رخاء بس ايه عمليها تكون رايحة تطور عن اللي انت فيه ايا كان اللي انت فيه هتحس ان انت ها طلعت شوية وكمان بيدل على انك انت شخص طيب وكريم وعندك عطاء كتير جدا وكل ما بتدي كل ما هديد اكتر انت محتار في حاجة واعتقد الحلاء الحاجة دي تخص العطفة ده فيه حيرة هنا قرارين شبه بعض قريبين من بعض قوي حيران اعمل ده ولا ولا استنى شوية ولا اعمل ايه فيه عندك حيرة الحيرة دي بقى بتمشي باحساسها بقى بتمشي باحساسها كديم مش باحساسها دي مش ما تتحلش بالعقل دي بالاحساس وهتحس بمشاعر جديدة ياتور لو انت محتار بين علاقتين يعني محتار بين انت مثلا او انت محتارة من شخصين هيجيلك مشاعر جديدة هتحس بيها قوية جدا ماينفعش تعد من غير ما تاخد بالك او تاخد بالك هتحسوا بالمشاعر دي وده هيحسن لكم القرار ده فيه حيرة واضح اوكي وحيرة بقى حاجة ليها علاقة بقى بالمستقبل حاجة مكملة معاك فعلا ما اظن والله اعلم ان الحيرة دي زي ما قلتلكم في علاقة او حتى مش هزو يكونوا بين شخصين مقارنة بين شخصين ممكن تكون انت محتار تكمل او ما تكملش محتار تتعامل ازاي هتلاقي مشاعر هتحس بيها فجأة هي اللي هتحسن لك الموضوع ده هي اللي هتدلك تتعامل ازاي وزي ما قلت لك اللي قلت الازمة اللي عندك دي حلها القرب من ربنا والصلاة عندك تغير في الحظ يا تور الحاجات اللي كانت وقفة ومتعطلة وركدة كده المية الركدة العجلة هتدور هتبتدي الدور هتبتدي الدنيا تتغير والامور الوقفة المتعطلة هتبتدي تقرب والدمي هتبتدي تبسحل هتحس بتغير وتغير الجامد التغير ده هيسبقه حاجة هيسبقه تغير فيك انت الاول فيه شيء هيتغير جواك فيه The Death Death ده كرت قوي من الكروت القوية جدا والكروت الماجر الاساسية في الفلترو بيوحي بي موت شيء كنعايش معاك فترة طويلة جدا ممكن يكون معتقد ممكن يكون اسلوب ممكن يكون صفة حتى فيك حاجة كانت جزء منك هتموت يحل محلها شيء تاني لما الشيء ده هيتغير جواك العجلة هتدور يمكن نقول مثلا حديك مثال للمثال وليس الحصر انه اسلوبك مثلا بدل ما انت شخص مثلا مش اجتماعي قوي هتبتدي العزلة اللي انت فيها دي تختفي ويحل محلها اجتماعية انت تبقى شخص اجتماعي وحابب تنزل مع الناس وتقابل زمايلك في الشغل برا الشغل وتعمل علاقات اكثر فالعجلة هتدور معاك فهمين قصدي فيه تغيير هيحصل جواك انت وبرضو ده ماينفعش ما تحسوش زي المشاعر القوية اللي هتحسها دي ماينفعش هتعدي من غير ما تاخد بالك هتاخد بالك ايه ده انا مش جدا دي مش طبيعتي فيه حاجه شيء جواك هيتغير بشكل جامد يا طور بيقولك مواجهتك لازم تكون بعقلانية بدبلوماسية تستعمل عقلك ما تستعملش قوتك عشان تسيطر على الحاجة اللي بتهددك دي شايفين ده اسد قرد ده اسمه strength القوة قوتك بعقلك مش انك انت تنهر لقدامك او انت تهينه او انت تزعله او تزعله هو ده كده انت كسبت المطش لا المطش مش هيكسب كده بعقله بصوا هي مروضة الاسد ازاي بعقله بتطبطب مش لازم يكون بتطبطبة يعني الشرط يكون تستعمل نفس الاسلوب انك انت بتطبع اللي حواليك لا تستعمل معهم دبلوماسيتك وزكائك وما فيش شك من قوة الحاجتين دول عندك انت منغمس في ازيتك شوية يا تور شايفة حالة زي ما تقوله مش حزن بس انت واقية شوية حابب تكون مع نفسك او مركز مع نفسك قوي يمكن يكون التركيز اللي انت مركزه مع نفسك ده هيكون سبب التغيير الرهيب اللي هيحصل في حياتك ده يعني هتقعد قعدة مع نفسك وتعمل شوية تعديلات هتطلع منها بالنتيجة دي هتقول لا الوقت جي بقى خلاص انا لازم ابتدي اتغير لازم مثلا ابتدي بدل لما انا بهاجم بشدة ان انا لأ ابتدي اكون حكيم اكتر في انفعلاتي بدل ما انا لأ كل ما محد يقولي تعالى مثلا انزل معانا روح معانا زمال في الشغل انتوا عارفين الخروجات بتاعت الشغل دي بتقرب الزمال جدا من بعض هتبتدي تنزلها هيتغير حاجة في شخصيتك جمدة جدا وبالتالي هتتغير حياتك معها هتكون اكثر سلاسة واكثر حزن ان شاء الله ارية حلوة زي ما قلتلكو يا تور لو انا صح في موضوع المحنة او الازمة اللي انت بتعدي بها دلوقتي حلها الصلاة قرب من ربنا ودعيله وهو هيدل لك بالنسبة للحيرة اللي عندك من ناحية الحلة العطفية فدي انت هي هتتحلل وحدها هتبتدي تحس بمشاعر جديدة هي اللي هتحسم لك الموقف دي القرية الاولى للقرية العامة الاولى لبورج التور اتمنى تكون القرية منطبقة ودقيقة يارب تكون عادوية صح مرسية عزق بتتمنى اتغير حلو وفوك الكعبالة ان شاء الله ان شاء الله يا دوت طلعت ان شاء الله بإذن الله حتتفك بإذن الله البس ده لا مش يوميا يا عامر هو بقى حسب التساهيل صراحة بس هو الخطة ان هو يوم ايوم لا وهحاول على قد مقدر ان انا اضبط الريتم ده يا سلوى يا حبيبة قلبي ويحفظك ويبارك فيك يا حبيبتي انت خلاص يا عليكم صح؟ طيب كويس قوي كويس قوي قوس يا ميسى قريب قوي حاضر بعد ما شفت فيه حاجة جواد غيرت وانا مش جدد من ساعة ما شفت ايه يا حسان هذي من برج التور دي مرحلة الاولى يا زينب ما تعيطيش دي مرحلة الاولى وحنقول لحظة العطفية حالا ولو فاتك القرية ولا يهمك بعد البث ما يخلص هتلاقيني يحطهولك في الصفحة جاهزة مستلنياكي قوس ان شاء الله يا ميسى حاضر مرسيا مار وعشير تسلم ايه بك حياتي طيب يلا نشوف الحالة العطفية اهم روضة قسود وما جبتش من عندي حاجة او الله يا بنت احنا عايشين في غابة هنا دي غابة بنروض قسود فعلا يلا هنعمل ايه فعلا كلامي كله صح مرسيا بسمة جدا صح اشكرك يا شايماء طبعا يا سيفو لاعلم الغيبة الا الله طبعا عنعمة بالله طيب يلا نشوف الحالة العطفية اخبارها ايه يارب تكون كويسة وانا في حد كمان تور عندي من صحابي يارب يكون حاجة كويسة يارب بسم الله الرحمن الرحيم يا مانا انت اللي كمان انت وحشتيني جدا جدا مانا انت سمعت لي قريتك ولا لا انت قريتك عملتها لايف مانا من الناس اللي كذبت معنا سمعتها والنبي تمانين يقوليني انت سمعتها عشان انا ما بقيتش فاكرة انا قلتها في اني لايف بيهن عشان خطي قولينك سمعتها انا بعد كده هعمل القريات على التليفون انا مش هخليها هن كل كلمة صح بس انا ايه بصلي على طول كويس جدا يا عزة حلو حلو الصلاة طبعا دي عبادة مفيهاش حاجة بس انا اقصد الصلاة اللي هي انك تتكلمي مع ربنا فاهمة قصدي ايه القعدة دي اللي بتبقي خلصتي الصلاة وتعودي كده ايه تفتحي قلبك وتتكلمي مع ربنا ده قصدي بس طبعا برافو عليكي ودعيلي معاكي دعيلي ارجع التزم انا كمان محمد مفروض صح جدا بشكرك يا محمد اوكي يلا نشوف المجموعة الاولى لبرج التور القراية العضفة بسم الله الرحمن الرحيم اه حيرة هي شفتوا عندك حيرة يا تور مفيش كلام زي اللي شفتها فعلا في القراية الجنرال بتاعتها في حيرة حيرة ده الطاقة حتى نفسها بينكو حيرة يا رب يا ترى ايه الاسباب ايه سبب الحيرة دي طي طيب بسم الله ما شاء الله حاجة حلوة جدا بصوا جمعا حيرة هي واضحة هي ايجابية طاقة ايجابية كل حاجة بس انت عايز تحسن قرار انت رجل في المية ورجل في الارض مش عارف تروح فين وهو قرار شكل وقرار مصير يا الارض يا المية حاجتين يعني عكسة بعض فعندك قرار محتاج تحسنه نفسك انت شايف ان في حاجة غلط في العلاقة يمكن يكون خطأ حصل من شركك او خطأ منك الله اعلم بس في يمكن في حاجة غلط البرج ده معناه شيء غلط نفسك الشيء الغلط ده ينهار ويروح بقى يعني الغمة تنزح والشمس بصوا التاور عامل ازاي يعني سواد السماء سودة يعني اكيد حاجة غلط وحاجات بقى بتقع وبيت بينهار وناس بتقع مش شبابيك ونار وحريقة واكشن غير طبيعي كده لكن لازم عشان تهدى لازم يحصل الانفجار ده فانت نفسك الشيء ده الوحش ده ينهار حتى لو هيبقى فيه خسائر بس نفسك ينهار شايف شريكك ازاي شايفه هداية من ربنا شايفه حاجة حلوة جدا بيمدك بطاقة اجابية وبيمدك بالهدوء وبيمدك بالاطمئنان بصوا جنينة وبستان يعني حاجة حلوة جدا وايد ممدودة وحاجة منورة وكده حاجة حلوة قوي قوي انت يتور شايف شريكك حاجة كويسة جدا اكيد شيكك شخص كويس يعني واضح ان هو شخص كويس وهو فعلا على فكرة شخص كويس شكرا 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 شكرا